موسيقى كانت جانسة لو حل المقادي الانتظار في القطار اللي كانت تظهر المزرعات يجدتها فيك تسكن عايزة كاملة بدأت تجب عايزة كاملة تصوت التلفون home اهلا ماما لا 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 مستمرت بالتعليل اه 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 نفس الشارع اوه اخان بعد حضرة اردت على قطاعات تنظيف العادة ما يتقوم بطيق كل مباشر اذا ادخل هذا الجلد تسمع ذلك المنزة تسمع ذلك المنزة وان شاء الله يكون فطر شاهدة ذلك المنزة الصغيرة التي تصبحها بقوة تسمعها سبحانان وطيبة قلب تلعب بالضحك مع ذلك المنزة وتخطيها تتلقى وفي المنزة تسمعت أكثر تتسمعها وتضحكها تم تجدها من الحديث ازوي هنا شايف سادي كميزة صغيرة سايا ومزتلس بهمه ساسمات وقفت سنسرة الحقيبة ديالا وشاسمت واجهة القيطار باش تركبه مقعد اول قيطار اللي انترك بسرعة غاتي كاشق طريقه واسم مساحة الخضراء باش يفصل لدك القارية اوف من بعد ما وصلت قدمت واجهة الخيش كاتشيل فاكسي سوقف قدامها تاكسي وبناصل الوقت سيارة فاخرة ماينا انها شي واحد من احد الاغنياء ديال البلاد وقفت قدام ديك سيارة الأجرة وطلبت مسائق أنه يعاونها باشتخل الحقائب ديالها ويوصلها للقصر ديال أكبر عائلة كين هنا سأسموها كي جاملة وفعلاً أوصلها لذلك القصر قصر ديال المهدي ابن أعرق عائلة في القرية كاملة توقف قدام بوابة ديال قصر المزلات هي أولاً كتشوف الحراس والدكتيام ديالها لابسة الوال كلاسيكي أسود مع قميجة بيضة طويلة ودخلت القصر كتجر الحقبة ديال الداخل شفت البابلي مفتوح دخلت الداخل أنا جيت غي شافوهم كلهم بتسموها فرحان احسنت أحمد فوراً كي حضر بنته حبيبا رعف كي وصلت كديرا بخير علي رعف في شوقيا كتلم علي أنا بخير بابا ونسألة بسالين دا أحمد كيشوفها فرحان أنا بخير طالماتي بخير ونفس الشي بالنسبة لمونة ماماها اللي بقى تسلمينها وكتدور فتتقلموا وكتقول لها نقص لوزني لك بالسال عاجت حتى ميسون اللي هي زوجة محمد اللي هو عمرها حتى هي فرحانة بها وعاد حتى حتى جميع اللي كان في القصر خالصها تهيئة كلهم عنقينها وكيشاكزوها وأخيرا ججدتها عالي اللي كتشقه عالي المهدي كما كتسميها القبطان عنقاته بلاحفة ويكتك هذه اللحية ديال واللي كتحمق عليها أما هو غيكي يشوفها فرحان بها كانت بنسبة لي الحفيظة المفضلة تسمعني على هذه الحفيظة وقالها ما زال الطفل وخك برسي وفعلا طلعت معها مونا ماما هالغرفة ديالة بشترسح قليلا لم يوجد الغضاء وابتت مباشرة لقصر المطبخ عند الخانمات كانت موجودة ألد الأسباق كترحيب بلنبتها اللي جاءت هبلا لا يوجد الغضاء وابتت مباشرة من اللعبدي لديهم ولوه كترحيب ووجدتك الأطباق بينما الفوق أخترها بعد مدة و توجهة الحمام تخفيفها لكي نفضت العياء للطريقة لها وأخيرا خرجت ويام كانت تحسب راسة منطلقة أمسرت وحد الفسان تقليدي طويل في الأبيض وصرحت شعر الأقصر قصير الأشقر وقدت خطلات وقدت لماء لمسات خفيفة من الماء لكي زين بيع المنمحة لوجهها ونزلت قصص على كرسي كتسنى كل شي يوصله علش ما كتساكلوش وش كتسنى وش حد شارونها على الدرج كنت سنى حفيظي عمر قديو حضر معنى الغضاء ولد عمها محمد هو البكر البكر هي العائلة عمر اللي ما شافتوش من كانو صغار دارت اللور تسعقات من دكش اللي كتشوفوه رجل ثلاثين وسيم جدا وسامت وفقت الحدود أسمر البشرة اللي حياته مقادة مرنطة ما كتشبالي اللي حياته جدا اللي عينه السوداء رمجه طويلة شعره السود حريعي قام اللي طويلة وكتف عراض بالنسبة لها رجل بكل ما تحمله الكلمة مرأة محدة من الخدم هذه وحدة طفلة صغيرة هكاك في العمر عامين قلصت على الكرسي وقلصت تفلاف الحجر بعد مخدام الخادمة اهلا بكم شافت في ميثونية تساءل مرحبا بي شكرا لوليدة الحمد لله الحمد لله وحسن من الصباح ضيقات في عيني ستحاول تذكر اي حاجة اي حاجة تحاول تحاول تحاولت اي حاجة اي حاجة اي حاجة الآن ستحاول تحاول لابعت وانت تحاول مونا ادعا فتحان ادعا يبت اي حاجة كبيروا الماكلة الانفوضو بعد ناضوا هكا كيشرب قهوسو ندير مهر الغداء رهف توجهات الارض قلساتها العبودو كيشرب قهوسو يمساجم فيما هباسوا حد نسبة ديالها وعليلة ودعبت ديال الخاصة ديال شعره اللي تطايرات على وجهها وعنقها بعدها سعلاوية كاتب ساسم كتتمنى دواما الراحة خطف النظر هكا وفاجئة وكيتكلم مع الاب ديال وعمه في الامور ديال شغله خارج البلاد ورجع النظر دياله الوراقه متغادل على كل حاجة في حين يحسب شي حاجة كتشد لها وحد مجوهرات في ديال اسوارها شفت البنيتها الصغيرة جوري اللي كتحاول تحيدها لبنيتها قال باتها من هكا تحاول هكا تجرها لب اي طريقة عاد نزعتهم من فمه بسرعة وغلتها كتلعب معها ثاني وراها فكتضحا كوديك البنيتها كتضحا كثر وكتقلب منها حسنا كتلعب معها وحد للمدة وشيج بدت لها وحد شوكولا من ساكا وعطفالها كتاكل فيها أمه بنيتها صغيرة كتاكلها بفوضوية لوثة حالتها حويجها احتراها في الولا صغيرة كتضحك هي مستغربة من دكشيري دارتها فيها يتاكل مع مرض ووجهها حويجها وحتى حواجرها وكتضحك وديك القهقة حانا خلال تكون شي يدور كيشوف جيتا تجب واحد المنظر اللي كيستحق انه يتخلد وانه يتصور وجودي في حجر رهب اللي كتبوسها وكتضغضغها ويكتضحاك وكل عمر بديك الشوكولا اللي ينقلاتها الرهب حتى هي قربت بيسون من رهب اعطيني 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 لغسلها وسمحيني لنا شوفي شنو دارتك حتى نسي شوفت فيها رهب بحانا لاه للعكس هلشكت عصادري انا فرحانة حيث تلقيت صاحبة لي هنا هي بحالي 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 كجودي جودي غير كتشوفه وكتقل عزبينها ضحكت رهب كتبوس لأفخدودها واعوتاني ارجعت كاملة وصخات بها في اللحظات اللي بغتت بعدها من ميسون لقد كانت مزيلا وكتبت بعدها فقد قتلتها قتلتها وفقدتها شوفي بلما تكيب امامي سأتوني لعب معك وسمحيي يا حبيبو لكن باقي بحالي سوف تقوم ببقى فقط بسرعة وقفت عمار وقفت بإلاعب الخاصة التي البنت وش يمكنني أن يطلب منك فقط صعوبة ونزلت رأسها لتحت على الفار من الوصلات لذلك الرائحة الرجولية إضافة لذلك الهالة اللي حساس بحلها خضعات لها أكيد طلب أي طلب ممكن ترضي البل جودي شوية بينما غديمشي للشركة وغديمشي وغديمت عطلش هزلت راسة بالإيجاب شامعة مرة نزلها هكا قرب لبنته بس لا راسة فيما هي تكلمت أنا خصين خور شوية مش ريشي حويش خاصيني وش تسمح لي أني ناخدها معي قسكت شوية ويتكلم يلا هكا ذكي حلوية نطق صافية لها مش مشكل سألغنتها ونخرج تقدري تخرجها ولكن ما تطلعش ولبسيت حويش ويسخان هزلت راسة ورجع شاف بنته ما تعيش معك لأني صراف تفهمنا حساس بتتخذ طور من صوته وكي يهضرها لسميتها كأنه ما عمره معي تلا شيء واحد من قبل ولا نطق لإسم دياله إسم دياله وخرج متخطيها سأبتجها الباب ديال القصر فيما راهبت وجهات الجنح دياله مباشرة ديك اللحظات ميسون قد تشوف مودة هذي طويلة ما درش معا شي بنتش خصوصا ما درش معا في شي حاجة لي خاصة كان اكثر شي حاجة لي كثر من خاصة لدرجة أنه منها على بنته هي بالنسبة لي شي حاجة لي أغلى أخلى حاجة عنده غلى من عيني تلعات الفوق كانتلبسها حويش دافيا وهزلتها مني الهدى بحنان وخارج اسمر القصر سوف نتمسوا قليلا ولكن بلاه لا سوف نحطك على الارض نهائيا اخوه ديك المنسى صغيرة ونشاغلات تلعب مثلا ديك البغاسل اللي فيديها ومسمرة الكلام ولوانو اللي أصلا محاولوش حتى أن تفهم كلام رهف تمشات في الشواري هنا وهنا كتقلبة لشنو بغا تشري شارت بزيف دي الحواج وهدايا أهل القصر تزيد ديك الأكياس فيديها وفريد الأخرى هزة بها جودي اللي كتتقل من ديك الحلوة اللي شارتها لها وشارت لها منها بالساق ذاس وحد السيارة من جنبهم تقيل محاوم الراف اللي كتحاول تمشي رغم أنها متقلة بدك شنازة شفت رهف وحد السيارة سوداء كتتسمع كلاكسون ديالها شفتها عكاوها كما باجلا من غيرها شفتها كتتحاول شفش كل نساق ديك سيارة معرفها شوف ثواني وتوقفات بحلها كتسمع أن ديك كلاكسون كيدة دكتر تخطعتها كتسمشها تسمعت واحد الصوت كتعرفه كعيت بسميتها ودرت كتشوفتها كي بلا عمر اللي بتح باب ديال السيارة بسرعة ثم خارج بتجاهها توجهها تجيتوا بخطوات قلال شنو بغيتي وش بغي جودي شفت ديك صغيرة روح نحل لغي كملت خدمتي وبلتين يا غدا كتسمشي وصلك معي شفت السيارة وقالت قلال روح نحل بحلها ومعرفها 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 قلال روح نحل ومعرفها لديك مشكلة كم جودي ومعرفها بحلها ومعرفها كم جودة كم جودة تسعة ليها يبصدم بنتوف لتنظر غادة اليها يلا عرفها نهد يلا ركبين معي في سيارة لا شيء شفت شفت دعاء يجب أن تسكي بلان الناس يجب أن يشاهدون فيهم وهي واقفة معي وهذه البلدة صغيرة نسك يعرف فيها بعضهم وأكيد هي قليلة لأنها مدتها لم تكن حينية اخذت رأسها قرب منها أخذها الأغراض ودخلها للسيارة وقلت تطلقها سامير تطلقها السيارة متوجهها للقصر شرقها طريقها شرقها في صغيرة ولكن لها رأسها أما خردت رأسها وحساساتها بعاطفة لأمهما توقفت السيارة في ساحة القصر نزول عمر متوجه حلال باب خرجت شاف بنته اللي ناسة في حجرة أعطني نزاليك لم تكن يشد بنته ولكن كانت متشبسة بالحواجرها فخة ناسة تبع انت بسامة خفيفة لشفيفة سكرات بسامة قد فوقفتو شوية أجي نزاليه بين عنا نحن هنا غنعاني ومع بنتي موضح تسفيع رأسها مساسمة وخرجات ترجعت اللور بعدها مساوازن تشنتها كامندر عبقوا وقرر بها لي حتى وقفها سمحي ليه مقصدش بسحالة عنقوب خجل سنة سمحي ليه مقصدش أن يشدك رزلت رأسها وبعد رأسه على الجهة أخرى مرسابك يمزوج بيوم بهذا الشي اللوقع حركات رأسه كتشوف سيارت لي واقفة نجي نبنع بعضهم بينا أن كل شي جاء شفت السيارات بينا هاتش نسيت دوك صاشية ديولك توجه اللور كي يزدوك الأغراض ديالها واو كل شرية وشريتي المحل كله وشنو لا شريتي غيدي كادو لكل شي باش ميقولوش قريت في المدينة ومعرفش لواجب ومجبتش ليه معي كادو تحك بخفة على حديثة واخر وكأنني بغيت تخلي كل شي ردالي ارى خسك شريهم شي هدالي كونو زوينين ماشي أي حاجة لا فعلا زوينين بغيكو لهاني تسمو سم غدي موراو يقدامو كيبانو حل أسرة متوافقة شاف سميسون في محمد كيبانو زوينين ياك مع بعضو كيبانو زوين يتكلم وخامتوا وافقين ومبادئ ديالهم واحدة ولكن كانت واحد مغاي وافقة له لذلات ميتوا الراسة كتحسب الإحباب والسحيل تقبرها في مذللة بعمر الأرمل دخلت لجناح ديالا وحطت سجودي على السلين وعاد خرجات مخليها ثم تنازلت تتلقى واحد درجة الوقت قدامة بوضوء لا بصراف قفاس مقادة فوقفتا انا بيخير اخوي وانتا؟ بيخير الحمدول الله بساس ماتش بابتسامة خايفة كي اتخذ من اخوه الكبير طارق لطالما كان حازم وصلب معه وانو عمر نفسه شفت فختها الكبيرة منها فيروز وجدت عندك الجري حضناتا اهلا الاختي جوبتا فيروز اهلا حبيبة صافا حمدول الله هضرت مع طارق وبخني شكل هذا يعني انا بيخير بحكات فيروز على وقالبت منها سلمة تخطى عمر صغيرة واحد منها وانو عمرها وانو عمرها سلمة وانو احسد حدنا ذلك الحدن كبيره وبدأ الدوارة على بعضه لان من يواجد واغيره كذلك لان شافت عمرها بسرعة لانك تتحرك عمر واقف في حظك الحياة لا يتحرك أحسس بالخجل وبعد 8 نصب تأتي الصلاة والسلمة لماذا تحسك كبدا الخجل في وجوده؟ رغم أن العمل كان دائما مع الرجال ولكن لم يكن أتخذ منه بهذا سمعت صوت الهضراء والضحك في الصلاة كان أخوها طارق وخمرته مع مايا أولادهم صغر وخسافي روز أولادها بتلاثة ورجلها مازين أخوه عمر صغره سلمة وعم سبز وجم كريمة ونعمة سمعت صوت البكال فوق في القاعة حتى تكون جيدا أعلى الدرج كل شيء يبقى ساكتها كيف يشاهدون مواقع حتى جدات صغيرة بين يديها تكاثب وصفهاك تخافيش حبيبة لا تخافيش أريد أن أخذ باباك وخائجي أنتك لي قد أخذ بابا أعطى سليم حتى قلت فيروز وشهدي بنتك يا عمر؟ زوينة بزاف تسمع عمر شكرا عوينا سكري زواني فيروز يريد أن تصدر ويدقل معي ماذا كنت تشبه كثير؟ ماما أو لا؟ جاوبتها مونة؟ لا كتشبه ماما بزاف أنا كنقول أنها كتشبهتا رعف لون شعر وعيني فتس كتشوف رعف بصحل زوينة كتشبه لي أستاذة بني الدخط فاسة بني الدين بابا ها؟ خربت وجهة منا؟ مش بصح كتشبه لي اهلا؟ اهي كتشبه لي شكولك يقول اه؟ وفعلا كل شيء يضرأ ديالها حتى أن بابا أقل لكم لم أكن أعرف أنها بنت عمر لقد قلت له بنت كنتي بدأت تكدحك وصفة هي بنتي وأنا سأخططها منه أصلا يجباني واذا قابل أن نأخذها؟ بدأت تكدحك ميسون ومنعني أنا أخوذيها ولكن أخوذي رأي بابا أول هزتتها في رعصة ببتاسمة وكتشبتها ما باهتها ودرتك الميزة على الأرض بعد ما باهتها حتى بدأت تكاتبكي قرر بعمرة سماقة تقلق right وبقي أدت تكاتبكي أشدت فرصة ببسطة فرصة ببكي فرصة ببتاس في رعصة وألا يتعبك أدت تكاتب إليها و لكن تبقي أدت عنها فضلت اختارها في قلب خبض ونجارها وتأترات فرصة ثابت وحنط لتعبكها وقلت في نفسنا فاحن قرأها قلت بسعات لدامورة و هذه اللحظات عمرت نفض من بينهم و بسرعة ندخل الغرفة للمكسب و صد الباب وراءه تمضيها في حتى هي مني سمعت السعودة حسنت بشي حاجة غريبة في قلبها تشعر بشيء الفوضى و حد الحزن و نأسات خرجت ومساحبها من هذه الصالة معها جودي و طلعت الغرفة ديالها حطتها للفراش وتوجهت البلاكر كتشوف انه غالية تلبي يالا قلصت هكذا تشعر بجودي حسنت اتقرب منها ليس بغي حميسي حاجة اتقرب منها وåه اكيد اتمنى تثير لا بدأ الجوع نأخذ المصبب و خرجه مباشرة و اشتركها وصاحبتي كان لديها و كنت تخليه و كنت وجده حليب تسلمها الخير اخذت الاني ب ferrant و خرجتها على بره قصص فوحة الانيكا و شتاتها كقرية مقربة لها و قصتها الحليبة ديالا و هي كتشرب كتتمسهل على راسة بوضوء بين انك حبيبة جيانا يلا نهسي نهسي بس لاجبينة و هي كتشفها ببراءة و دك الجمال ديالا لآسر معرفتش كيف شطر اسمات بشي سامة حنونا على وجهه معرفتش امتشف هو ديك بشي سامة كان خارج من المكتب و بعد ما تهدن شوية تكي سمح صغطرها في كتصدر مع جودي و اللي كترضاع ديك الحليب ديالا تتمامل موعد حليبها ولكن هي ذكراته فعلا نساء مخسلفات على رجال فهذه الأمور شاف ديك البشي سامة الحنونا ديالا اللي ترسمت على وجهه ما مشي كتجاملو بديك البشي سامة و زيو حد ما يقدر يكتب عليه وهذه الصغيرة هذي ما كتسف مواله ولكن حساس بالقلب ديال رهف وأكيد الأطفال الصغيرة هكا مكي جاملوش مكي عارفوش ينافقو غمض عيني كيتنهد براحة القلي سسم بنتو على الأقل بحى الطريقة اللي هي حنونة وتحسد بذك شعور الأمومة اللي بساق داه قفات رهف وجودي كاتت بسح لراسة الحمد لله شبهتي وهذه بيزو ديالك حيتكملت الرضاعة كاملة بس لراسة وشوي هكا وقفات تحتها جشآت عد غمضات عينها بساهم نهست مباشرة بين يدير رهف وقفات متوجهة بعلامة راتك هتسمع صوت رهف ثم راتك هتشوف أخوها اللي قرب منها زيارة من دراع بدلي حويجك هادو كيفاش كتت لبسيتش وانتي عارفة انه كي رجال غرب هنا اياه مخصكش لبسيتش قدامه تأوهات بألم صافي بخي غنبت لهم غيتلقي ديك هتوعيتني ديك الزيارة دياله على يديها خانتك هتحسبها غدي تتقرد بعدينيه وعلى بنته حصل لك ما تدخلينيش نضربك شافت فيه بألم؟ البنت صغيرة ما عندها تدخل في هاتش ديالك انا غيري دخلت ليه الخاطري انا كي عادي تلقي انتيك اسوعيتني شد وجهها زيار لعلى الفقد دياله بقوة الى هادرتي بكل موحدة اخرى غديني القتلك انا مني كان هادر خسك تقوني او تنزلي راسك سمعتيني؟ بش شال خرق محدة بحالك ما غديش توريني شنو غندير هزت راسه بش يخليها بسرعة ونزلت الدمع من خدها كاسمت سحب ألم كتشوف في الديها اللي ضغيها ولا تحمرها من ديكت زيرها اللي زيرها شافت مورقها سيبلغ عمر كيقرر من هاتش ما اسكت قدامه وش بغيت يشوتي؟ جوبة عمر تقدرت ناس ما كدلي لعندي خدمة مهمة وش ممكن هزت راسه مبتها اسما ضامة ما اللي صدرها كتر بغتل على غرفة ديال حطى التفلا فعلنا على السرير بش نعي سحداها خرج هواية كيشوف فصمة اللي فعلا مدت الأمضار كتنزل كيتنفس دك الهوا دكتراب المبلل اللي كاشق الرائحة ديالو كيحس بها بحل كتنعش روحه من الداخل وتوجه للدرج حتى قتله ميسون وعمر اجي عشاك واجد نهد عمر ما بغيش ما ما عنديش الخاطر ليه وطلع الغرفة ديالو توجه الحمام يدوش بسرعة ولبس حواجه هكا ديالنهاز وتوجه لسريره مباجرة على اخذ البسر ديالو اللي غاندي يخدم عليه وبدأ كيوجد الخدمة ديالغد تمدد بعد مراحق كيحاول يتخلص من ديالالا اللي فعضلاته كيشوف الساعة اللي مقابلة لي ولا تلوحدة بعد منتصف الليل تكيسمع صوت البكاء وصوت ببتكي السح والصوت كي ينساقل حسن زلتحس عيني شي بقى مغمضين وجدت ليها ديالالحليب ديالها كتردها وكتعود طلع بها الفوق عنده واحد العادة خيبة كتفيق في نص الليل كتبغي تشرب الحليب ورجعت الغرفة كتسد وكتردحتها ورجعت ناسات كان يلا كيخرج كيتس انه واش غادي يسمع مازال غزبكي ولا ناسات واقف قدم ببديل الغرفة ولكن بعد عد حسب الراحة ورجع كتبغي تشرب الحليب كتبغي تشرب الحليب فوق الصباح بغي يمشي لعمل ونزلت تحت القراءة في قاسة على الاريكا وجدت لكم الهداية كنتم بنا تعجبكم قدمت لك الأكياز كتقدم كل واحد وحد صعشة صغيرة شفت جودي وشريت حسن جودي هادي وجودت لها واحد الفصم صغير في ليلات أربطها ديال الشهر جوارب شفت فيروس في الكيس الاخير والكيس خذت ترى في الكيس وقربات من عمر هذا الكيس ديالك شريت لهذا الكل بدون استثناء حل ذاك الكيس يلقى واحد القميجة السروة الكلاسيكي قميجة اخرى حتى يدي القطن خدمت دكيقية على حواجه وحتقلت سلمة تقريبا المقاس ديالو كيف شعرت المقاس ديالو؟ شفت فرها بخجل وش نسيت انني مصممة أزيع كان عارف المقاس مجرد نظر على الجسم توسع عينين سلمة فعلا صمي ليش حاجة ازمين عافك ارعا فضغيا ده حيدة عينة من عينين عمر بصوبة وشفت سلمة اللي بدت كاتتوصف للفصل اللي باعه أما عمر كان فعلا بآخر كيشوف ذاك شلي بين يديه أول مرة كتجيها ديام المرة تفكراته وتفكرات حتى تجيب له حتى وادية معهم يلا دار غدي طلع الفوق يدخل الغرفة ديالو توجه البلاكة الحلو دار في ذاك الكيس وضعه ونزل يلا يخرج من القصر أول مرة يخرج وهو متطمن من بنته اللي بلازمة رهف بعد ما خرج قلسوا البنات كاهدروا مع بعضهم حتى شفت ميسون بينا أن بنته عمر اخدت بلازة في قلبك تحكيت رهف وشنو غدي ندير بنته غزالة وأنا بغيتها في الساب شفت فيها سلمة حتى أخويا زوين ملاق سوالو تحكيت ميسون بحانان ويكت لحدك الخجل ديالرهف من كلام سلمة حاولت تغير الموضوع ما قلتش لي يا رهف كي كتكت عيشي سمه جواباتها رهف في شغف بديت خدم شي سمه أولا كتكت نخدم في شركة عالمية وده بحليت شركة ديالي مفسي وإن شاء الله نوصل للعالمية دو كيشوفوا في حتى سولتها ماماها ملقيتش في قاعد الشركة ش شركة ش شركة تلقيتها شي عريسة الغفلة يقبل بك كزوجة دلت رهف إدها على خسره شنهي شنهي عالج ميقبلش بيه شنو نقصني أنا شافت فهمونا بسخرية وعنلقيت ليقبل بك عبسة رهف ملقيتش ولكن أنا اللي مبغيش تعرفها لأي واحد أنا بغى تلقى فارس أحلامي اللي يكون مكيدها في سابرس يبغيني غياء أنا بقوك يضحكوا على وعلاه بالا شفيانا تسمى بعد ما صنع التليفون دي رات جوب بسكاس بكي جودو سبعات رهف كتجري أما هو ما كيشوف فهم الصغربين دق قلب ميسون يا كتفكر شنو هدي وقع له ولا ترهف مواد جودي تكون أم بديلة شافت رهف فهم بعدين متوصلين ويا كتشوفها واقفة كتدرب أحد اللغة غريب على التليفون والصغيرة واقفة أحدها لا تقل في حواجها أطلق الناس من كل القلبة أنها رهف تكون مرأة عمر وام الجودي الصغيرة اليتيمة وعمر تزوج سنة فقط وليت ولدات بنته وقف قلبه مرأته مالك في الولادة وولادة البنية الصغيرة وريتيمة ومنهار اللي خرجت فيه للحياة وتولى عمر بسؤولياته ليلة تربية ديانا وولادة متعلقة به بالساف وكترفضت بشي عند أي واحد من غيره ولكن لماذا استجابت لحنا الرهف تعلقات بها مجرد ما شافتها رغم ذاك الحب اللي كتكنوليها في قلبها إلا أنها مكنش كتفضل أي واحد من غير رهف دابع قلصت رهف على ديك الكنابة مقلصة جودي حدها شد الحاسوب ديها لكتخدم شي أعمال مهمة ليستعجلها بهذاك الرجل اللي تتكلمها في التليفون تكات على الكنابة ونحسة أحدا حسولت مرافقة لها في كل أيامها كانوا تلمون لها أعمال اللي كانت مؤجلة وكانت بحسنة جاء الغرفة تصمم فيها وطلبتها من الجدة وعطاها سمحلي عند دخول الغرفة اللي كان دير جدةها لقات فائلة الخياطة ولقات فائلة وازم الخياطة كاملة وكانت فرحانة بأنها تكمل فيها خدمتها برغم أنها في عطلة وكان يخطى ضرور يدخل الشريئات اللي غدي يخطوه على قبل ديك التصامي يلا خارجها هكا وصلت إحدى الباب حتى تسمع اللي بك الجوري كل فتاة تلقى هزة لها يديها تبين درع بابا وهي كاسبكي قربت منها جود يا حبيبة لم أستطيع أن تكون معي اليوم جاء بارد بره تحرك لها وكاسبكي 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 لن أخذك معي حبيبة وكاسبكي أنا لا تنسى التلقى أنا واحدة وشف سلمة البنت أخوها أأتي معي أمي وأنا نعطيك بزفت الألعاب لم أردت فاني هاي تشوف غيف رهف وكاسبكي تحكيت رهف ويكا تدور باش تمشيتها تسمع صوت اللي بكا ديالها وعمار شد بنته اللي بغا تنقذ من حجره تلحق الله رهف وكاسبكي 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 أراف غدا خرج للمرة محدة كتب حد بك تسمع لغوة ديالك عزين أما عمار مستغرب وكاسبكي على كمعشي واحد وكاسبكي على أسول عندك تحاول تسكتها كاساتها شوكولة حليمة وكاساتها تلوحها على الأرض ودك النواة ودك النواة اللي بغا تهيسيريا حسنت كلمة فيروس كتشبهرها بزفنة صغيرة كتسكتوش حتى كنت أعطيها كل حاجة اللي بغايت تأففهت مايا خرجوها هي تسكت درني راسي بغواتها شافت مونا في مايا بغدب كيف شيلة درك صوتها في راسك خرجين شي نيت ويجاوبها مايا كاسبكي على مره ماشي ماماها وكاسبكي على مره ماشي ماماها ورجعت شافت مونا اراف ماشي ماماها اه ما تقولش هذا الشيء مرة أخرى هي كاسبغيها وكاسعتني بها وبقوا العائلة كلهم قاسبين بالطاربين كيسمعوا البكاديالة بغايتها حتى ان الجاد تخرج على بره لان بقش قدر يسمع ذلك البكاديالة بغايت فيها اما هم كل واحد يحاول يسكتها بطريقة حتى شوية سيطلبوا من عمر ان يتلقوا ويشوفوا شنو كتحاول تدر ربما دراشي حاجة حتى ان تتلقيت توجه الباب سوف تحلل وفتيك اللحظة بالطبط ودخلت الى هذه لا تتلقى انا من ضبطها في المواعد ستصميني الفصة التي تتلقى اذا ستتحرك لها فتحسب شيء شدها كم رجلها كم رجلها تتلقى لا تتلقى على حبيبها قاطع كلامها اللي صغيرة اللي ضربت صعب طفول يويك هتغوز عليها تحلل زعب على شخارشي وخليتيني شدت لها سلمة ايديها حشوه ما تضرب خالتو هاكرا غدين ضربك ويتحد النارهف بسرعة لا 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 انت مغدر بيش لي بنتي وعلاني انضربك لو تسلمة شفيفة يطبع قلبك يلا اجي اجي انجلسو دخلت فيروز اللي امشيتها ويأت بكي قد اتجتها تحت مستحيلة وقامتها رافكة تمسحها وجهها وخاصة الله تبحانا حبيبها سمحيني قدرت ان اخرجك معي ولكن كان واعدك سيلبسك البيتات هكذا خانين ونخرجك معي صافيك بس لا راسك حل مرة انت وحشتك بثاف من اخرج انت انت بديك اجبت لاشي من شرعة لاحته الجدد دياله كان مراقب من بحيث كي يشوف ومراقب من بحيث ومراقب من بحيث ومراقب من بحيث اما الى وقفات في الغرفة كانت تنقاذ وتشطح وكانت توجد نفسها لان كانت تقدم حفلة بالليل اما في الاسفل كانت تسمعوا صوت جودي اما الى اللي تقع على صوت الضجل اللي كانت حلات رهف بب ديال غرفة دياله يالا جودي يالا تبعيني يالا تقعوا امورها تابعة وكانت تحضر جذب ما هي رأيكم في الباسنة الموحدة ويقول الحركات ويصفقو بطفولة ما يراه لقد رأيت تفاية الكريمة لا تجري شراف حلت الباب تخرج تسمع صوت أخوها فين غادر عناية رأيت أحمد فولدو لا تدخلش كنا سنخرج وليس بوحدة توجه كل من الحديقة في المجموعين الناس نهرها في مقص كجري وشجرة كبيرة في الوسط حتى بدك يغوط أحمد لماذا لا تدفع شجرة ويجاوبه العامل معرفشة سيدي قال أزرى اللي يسمى خده من إلهاتك بعدها ترهاف اللور بغا تشوف العامل لكي يخدم سماك يحاولي شغل ذاك الضوض المصابح صغيرة اللي مع القين حسن تقاتي وجودي بابا بابا يلا طحنت على رهاف سكت سمع عمرك يغوط بعدي غادي يطيح هزاز عينها الأهلاك يشوفوا ذاك المصابح يطيحهم من الفوق مقدرش ذاك العامل أنه يجنتهم جزائع عمر لكي يحضنون بزوجهم يحميهم من ذاك الضوض اللي سيطيح إلا تحاليهم سيتأهده سكي يحسب ذاك السعقة صغيرة شدتها في الدين جودي وراسة حاوطاتهم لكي لا تحشي ذاك السعقة أما عمر حضنها بقوة سيئة لكي لا تلسعي حتى غوة محمد بذاك العامل سير بضغية رفعت شي باش متأذر صغيرة نفضات رهاف كانت أعدى على شفيفة ملي تسألمت من ذاك السعقة الكهرباء اللي نزل عليها كانت تقوه بألم الشي اللي خلاه عمر كي يليف يديه لها بوحد الشكل اللي هو أقوى كان كل شي متابعة من ذاك المنظر بصمت وبصغرب والحمد لله أنا موقع الموالو بعدها مشات الرهاف هي وجودها كانت جمع بها البلد فيما في الجهة أخرى كانوا جمعين درجال وفي ذاك الأيام كلها إذا وزعتها في قصر جدها ما تخلت على جودي غير اللي كانت بتوحش بابها كانت مشي لعنده شوية وكترجال عندها بدأت تخدم على تصميمها حتى تصميم اللي بغاتوا من تسامها حتى حركات القبسة اللي ألماتها دارتكت تلقى جودي قال سوص دكتواب كانت تلعب بهم دحكت علي حبيبتي قالي دحكت علي حبيبتي لم يكن تكمل خدمتها حين جودي كانت تلعب وكترجى هاكا حتى تسمع انتقان عن الباب هاكا الفوق في غرفة دي الخياطة دخل عمارة سبحارج رهف ممكن نخرج جودي قرب من بنته وجودي حبيبتي بدأت كنت ير باي باي رهف اللي دحكت سبحانان لا تنسى لا تنسى ترجعين دي غزى عمار رأسه يريد أن يسمعوا صوت تليفون دي الرأس ويجاوب على التصال غزى عمار خلاك تهدر مع مدير أعمالها اللي قلع بلاك شي مع مهم وضروري خصوة تحضر لي في الغد ما اجباش الحال حساب لي هبطت على الطبرة دي العشاب كتبال لي ملمح ديها المغيرة مني سولا مالك قالت لي كل شي شفها بصغره ما داكش الاسمه تسولتها مونة يكنت دا بفعطلة يقولت غتبقي معنا بزار ويجاوبتها رأف بحزن هاتشي لا تجيت على هذا الاساس ولكن ودي الأعمال يلي تتساصل وستعجلني ربما هاكا أسبوع ونرجع شافت ميسون فرهف وجودي غتخلي هاكا قالت مونة مقاطعة كلامة عادي تتعود جودي على الغياب ديها اصلا احنا هناي وغدي نعوضوها نزلت رأف رأسه بحزن هاتشي ما هاجبهاش انها تخليها وتمشي وهنا دا سبصور عمشات لغفة ديها باشت الناس وياخش يرا صف ديك الوسادة ما بغت تفكر فوالو ما بغت خصوصا هادي الفكرة هاتي شوينتا تسمع صوت دي ما بكيت فزح تسمع صوت سلمة تسمع صوت سلمة يلا سينح انتا ريال هي تسمعت سلمة الجودي وخلاتها توجهت لعند رهف اللي كتبتكيها قربات منها بس هكا بطفولي وحضنا توجهها بيدي اما رهف شافت فيها علاش علقت بك انا علاش اما الصغيرة تشد لها في وجهها وكتلاعب معها قد تهددها وكتغني لها حتى ناسا تلاعب بنيتها وجه نهار جديد القطرها في صعوبة في الناس وشي ما كاش قادرة انها تبشي وتخليها اخر حاجة بغت تدير هي انها تشوفها يلا كباسة هو تسمع صوتها رجعت كتشوفها ومار اللي كان هاسا اهفك صورها وصفت لي تصورها باش نشوفها اهفك اللي سمحتي الزراسو يلا دارت باش تمشي كتسمع ثاني صوت اللي بكا ديالها وحالي كتبق لها ما تمشيش حالي تصمرت بلاسها وملي دارت وي كتسمع صوت من النادي ما تسمعو وحتى انها ما تسمعوش كلمة واحدة مربعات الحروف كلمة اللي مميتها ماما اكيد ماشي هي اكيد غيكون وراها تصبرت ماماها وقالت لها ماما ولا كتعيت الجداسة ولكن هي إلا هي لا دارت للنصة كتب لها صغير ورا كتعيت عليها ويا كتبتها ماما من شدة تصدمته عمر نزل بنته حتى باش مطحش الارض لانه كان مدهور بدكش اللي نطقاته توجهت جهة رهف كتكرر ديك الكلمة مرة وزوجه ثلاثة حتى وصلت عندها وقفت حداها ورفعت يديها لعب حلا كتقولها زيني وكتقولها ماما مهزازها حتى هي بقت مصمرة بلاسة مقدرش تسعب ديك الكلمة طحت الارض مدهولة كتشوف العمر اللي كان حتوقك يشوفها في صدمة ماشي أقل منها ديست صغيرة حجرها في حضناتها كتلعب لها في ديك الشميس ديها بحلا كتحاول تقل ديك الأزرار أما ميصون عدت على شفتها مني قالت مونة لبنتها تورتس بنتي كسر من اللحم الول قربت منها وهاتش غيضية حلم بنتي صوب هات البنيتة مسحات رهاف على خاصة صغيرة اللي قادسة بحجرها حبيبة خسني مشي بس لراسة وقفت سلمعه فاكخودي غادي نضعه في كسر توجهت سلمشت تسيد جودي أجي ماما أجي غا مشيو حاولتها الزوالكين والاودات كتبكي وكتشب بس براها في كسر كل ما حاولت تسحبك تلتق منها كسر وكتبكي شف الجد في ميسون اللي كان باديع لما لمح الحزن ورجع شف رهاف ومدكي يضرب حل قيمتصل قلبي ايه قلبي مش كل شي كي يجري جايسون بنا هم رهاف سعية جدي وش نزا بخير مدكيين في براسو مش بخير ابنتي قلبي كلهم قربة منه أحمد ومحمد السوخ يديني للك الأريكة القريبة تسكوا عليها أما هو كل ما كيقوله بقى هنا الهاتف مازمشيش تقدر يكون هذا اخر اللقاء بناتنا توجه هاتل جدا ويمصدهما تقول هاتل شي جدا هنبقى هنا هنبقى عفا كي ما تصدرشها كمرة اخرى خداول غرفة دياله بعد ما معدات ورها فألنا مازمشي فيما بدوكي سولوف وش فعلا غدي سبقى ومشروع ديالها وشاركتها قتلهم بالله مش مشكلة ستحلى منهلي ولكن خاصة شي أغراب قتلها مونة بالله ممكن يوصل لعمر لا بش تحسس تجيب دك الشي اللي باغه هي شافت فيه بخاجل لا لا بغيش نعيه معاين ويدقل لفيروس الاقتراح اللي قالتو وافضل قار جوابته ميسون اللي كانت بقفة حدا يا ربي تقبل سولي مراته ستكون فعلاً أجمل أسرة شفال جد لماذا لا تقبل ميسون بحسرة لا تقبل ابنت شابه بحاله برجل أرمل وعنده ابنته بعد ختيه لا تقبل بهذا شيء ولو تكون قبله تراحف نزر صدقائق ورجع الزوم تقبل بأي رجل يخلي ابنت تكون سعيدة وخي يكون ولدك عمر ان شاء الله ستقبل تاقلات ميسون كيفاش هالشي؟ ولدك يخصو يبغير راف أولاً ويتخلى على ديك الوقضة ديالنساء اللي ملازمة شافت فيه بإحبار ولكنه غرفض أي أنثى من غير مراسه غرفض أني يشوف أي مراخرة غادي تخليه يشوف فيها تاقلات ميسون بعدها بفعل كيفاش غاد نخليه يشوف فيها؟ ولدي بعرفة لازم السيارة متوجهة للمحل توقفات مني شد عمر جل بنته شانك يريد أن تقرب من النكتر ما يريد أن تنزع؟ شافت لديك تنيني عينها متوسعين شافت شامت ساعته غيرته على عائلته ودخلت مع المحل حتى يجد النجاج حتى يرجى لبنته لن تقرب من النكتر والحديثهم شافت في هذا المحل ما يريد أن تشري؟ اشترك التجاه الذي كان في المحل وتوجهت السمة تجد أغراض تجد اتقال فيهم تجد تجد احد رجال يعود التجاه ويجب ان اتوقع يجب أن تتوقع يجب ان يرى رجال نظرة من رجال ثواني يتوقع عمر يجب ان يكونحس جميلة ومعره يستطيع أن تتمكن من أسلاله وعليك وعد مرة أكبر اتمنى أن أكمل تعمل حافظة وعلى ذلك حملت تعمل مع جودي والتي تكلمت لك في الحواج حبيبا جودي سأدخلك ادخلك حاجة قال تعالى بالهامس ولكن سماوه بتاسم على كلامه أولا وعلى تعاملها مع ابنته ثانيا وعلى شدة جودي منذ أغراض الخاصة بالخياطة انا اضحكت فيك رزمين اخترت باني شكرا لجودي وبسا بدأت تخذ تلك الحبات لجودي فجأة سمعتها تقول لها ماما هو هو و بدأت لها واحد بسكوية من الحقبة بدأت تأكل فيه بدأت تشوف دكسين لكي ملاذك الأقميشة بدأت تحسس الجودة للثوب حتى قرب من ذلك البائع هذا القومة جيدة يجيبك و يقف عمر بينه وبينه ماذا ؟ من ان تريد ان تأخذها؟ حتى لو صوت خفز أردت من الأزرق والبنفساجي أشعر لك الرجل بشيطان و في المسحركات ايضا لكي تريد أن تريد يجب ان يقوم بها حتى قرب من ذلك قرب من ذلك قرب من ذلك قرب من ذلك يجب ان تقوم بها لا تريد أن تقوم بها حساسك تسمع جودي بابا ماما هو هو قرب من ذلك اللي تريد يجب ان تتخلص و يحبس عمر و هيك و هيك سعودة و نقش حدك فمسي و إذا طررت بالإيجاب عرفت أنه شخص مخصش نقش معه نهاائيا هذلك الشي اللي اخذته خرجه من المحلمة و هي الصيهرة ما أطلعوه كي يجي مكالمه و يتلفت عند ضراف أني صراف و لن ذلك الوقت تتتترى معي الشركة عندي خدمة تقريباً غير ساعة شافت فيه يا جودي و أخي سأتتترى معك حتى الوقت يرحب جودي شافت فيه كان مستغر بنساها تماماً توقفت سيارات تحت شاركة خرجوا وطلعوا بصحبها في غرفة تفضلي دخلت وامورها وانا قد نكمل خدمتي وانتي وجد حليبة بينما تساديت قصطرها فكت توجد لها الحليب نتكاسب كي جهج جوع فعلاً نهد عمر وكيشوف فكت تلوها لبينيتا ويمساح فمعها وبدأت العمل ديالها طيلة يومين مياف ديك الوفة ديال الخياطة مشغولها فيها كي تكمل ديك الطلبية ديال العملاء مشافوهاش للنهار كامل فيما كي بغيت لعنداش حد ويقصح ملادك لانتجامها بالمشروع كتطلب منهم مولا انو ميخليوها وفعلاً وجوه دي غيكاسبكي عند باباها كل مرة كدتها كينيها قجيساً ما كتبغيس هدنا ولا كيني وهالو ايوكي حاولوا لهيو ويجري كاسبكي وكسقوا الماما حتى شافت فيها ميسون يلا فاقت وملقاتش ماماها كاسبكي لا تريد أن تسكت شافت كريمة في ميسون يلا فاقت وعندها فاقت وعندها جاوبتها ميسون وانا قلت انها ستعمل وانا ستترون وانا ستتعمل وانا ستتعمل وانا ستعمل وانا بابا ستبقى معه اليوم ناعد عمر وكيس ماليوم لا تريد أن نبرز الانيسة وانا ستكون عالة لا تريد ان تفهم شيء هذا كريمة يدعلك لا تقول هذا الله سبحانه وسعلا لا تريد ان تساكلها لا تريد ان تأخذها الرحف وانا ستقبلها قلبها وسع مما تظن ستفرح من ان ترى شاف عيني نعمته الحنونة عارف مزيان ان قلب رحف واسع ولكن لا تريد ان تريد ان تريد ابنته هذه المدة كاملة تحملها وانا كان خائف ان تكون عالة عليها حمسته كريمة لا تريد ان تريد ان تريدها لا تريد ان تخسرها لا تريد ان تصبح واحدة في جودي انها اطلاقِ من الطبولة انتظروا من الطبولة لماذا انتظروا من الطبولة امسافقتي اتظروا لماذا اتعلم هذا الحدث سوف أخبروا على حياته أنتظروا هدفهم ومسضون لماذا أينتظروا تفعني أنه سأخبروا لا لماذا سأخبروا ان أو دعوا أمام يقولوا هذا الأمر اذا اردت تذكر انا لم يقلت ان انا بغيش شي واحد يطلع عندك بش ما تشغليش وعنده انا بغيتش يكون على عليك شو بعتوا بعتم تصديق وحظ على عليك مستحي نفكر هكا وش هاد البارة تكون على علي شي واحد لله فهل صدبتيني وش كتشوفني بهذا الشكل دارتها عطيها بضعها كتحاول اتباد نفسها مجدد لانه عمرو بشفيها هكا هي معجبة بكاعتها فاطيليا للرجولية عجبانتها بعض الفترة البسيطة قدر يقرب من عقلها ولكن اكتشفت انه كون عليها فكرة خيبة فكرة باشية كيفش يقول انها كتعصبرها الطفلة هاهلا والعيمة والاطفل كيكونوا هاهلا جد كتلعب خزلات شعرها كتقدم وسعو ترجعهم اللور كتحاول تركز كسر هزال الكاس شربات ودقة رحدة ويكتشوف الجودي اللي خربت جميع اوراقها ومعرفتش شنو قد يتدير وتفيد تاخد منديغ الوراق وتبكيها ولانها تخليها تتكمل اتلاع في زيالها قلت تراهف على الارض وقلت تحيله وكتقول جودي ماما ايجي هنا خلت تتغير ذيك الوراق وترجعت لرعرف كتعنقها خسرتي الوراق كلهم وكتحضني بحل ما درتي يوالو فجأة تفتحت ذاك الباب دخلت مونة اللي كان معاش باش الحال مورها ميسون اللي كانت خايفة تغوتت مونة بفزاوية تتفزعها تراهف فترة هفا وبني الدهج وكتبكي بخوف ومونة كانت نطق يالي قطلعت لك الوراق يالي قصرت لك التعب لكله خلاته يمشي هباء منطورة لا تتقرر منك نهائيا اعطاني بباق ويتشفارها مهما يا مدار توالو خليها يا ابنية صغيرة ما عارفة انا عطسها الوراق تلعب بهم ويتغوت علىهم مستحيل مستحيل فهمتي مستحيل تقربي منها كثير او لا تقرر منك شمشمها لكي تدفع عليها تأفاتها ماما حافك كتبت صوتك شوية ويتغوت علىها اعطيها ليا انا اخذها شدت رها في جهود من يديها مانعا ماماها ماما خليها هي ما عندها تدخل بهاتشي تلقيها ويتغوت كلمة الأخيرة تبعدها سمون علا بحزن تقول اهنا كسغوتي فوجي حلق بالهادي هذه التربية ديري ليك ما قديش نسمحلك نهائيا خرجت سمونة عمارها في قلتت على الأرض كاسمتها حلقة صلاة بغتب وميسون يلا بغتتها در ويتقرها خالتي هافك بغنبقى بوحتي ويتقول لها ميسون اعطني جودي ناخدها معي لكي لا تبرسك بغنبقى تأفى ترعف ما بغيت او حديث معي في هذا الموضح كافيني اللي فيها و جودي ستبقى معي هنا اخذتها بسكويتات الجودي ورجعت الأوراق ديالها بدت ترسم بكل جد وفتحات الكمبيوتر ومبعد معي تسكت على المكتب وانتعت عليه بسعب دخلت الدار في الليل قبل اللهشة توجه المطبخة توجد واحد الأكلة حبيبي اجيت كل حشاك قلسك اياكل البوضو وش مازال معي أني سرهف جوابت سميسون مازالة معه ولكن دخلت لها المشاكل مع أمه تسفى عيني بظهول كيف مشاكل؟ شنوقع؟ حساس أولا سميسون شنو رأيك برهف؟ حقيقة؟ جوابه بورود كيف شنرأيه بعادي؟ شفت فيها كبش فيه قربات منه كيف رأيك؟ تعاملها مع بنتك؟ كيف رأيك بصريح العمارة؟ شنو رأيك بها كزوج عليك؟ شفت دولة توقفت قبل أن تصل إلى فمه وعود رجعو الدار درديك الملعقة في طبق اللي قنته ومسح لفمه بوضو حمار فكار بها فكار مسلحة بنته رأيها في لتزوجات أكيد فكار مسلحة لفمه فكار مسلحة لفمه وقف خرج من ذاك المطبخ تقفت بغضب يا ربي ما حلت أختي ما حلت أولدي ولا رأيك سغي ورمسكينة فكار مسلحة لفمه لماذا لا يتوقع لتوقع لفمه لماذا لا يتوقع لفمه لتوقع لفمه كان وقف قدام الباب لفمه التي اعتزلت في عمالها ضوء خاف اللي كيتسرر من شقة الباب ادفعوه شوية داخل بوضو تكتبلو بنسويل ولا نعساه له حد سري صغير بينها انشرت لها مؤخرا دار وجول جيال خراسة كي المحراف نعس على ذاك سطح المكتب بسعب رسم هكا خطوطو على وجهها توجه اليها كان رجلها هكا اثنين بحلها هو رجلين بسيرين وبقوة خارجية بعيدة تحكم على العصب الشوكي حتى وقف قدام المكتب ديالها تماما شو بديك الخصلة الدهبية اللي غطت على وجهها مديد تقالدها بهدو حسب حالك يملو ذاك البطر في تمام دياله رحف امرأة اعتلى جمال اشتركها اشتركo اشتركي وانه طفل تضويروا جهز منطقة اخرج من الغرفة اعطميجيييييييييييييا لا يوجد وقت لديك هذا حتى لا تريد أن أغلقها لأنها تنفاول وجميع طرق تجربوا معها يلا ازيدتها لأنها تريد أن تدخلها واذا تريد أن تدخلها لا تريد أن تدخلها لا تريد أن تدخل منه إذا كانت تكثفه بقوة بأقصى قوة تملكها تفاعل المريض لماذا تريد أن تتعامل معها؟ لأنها تريد صغيرة لا تريد أن تعلق بك بعد اليوم لا تريد أستيقров أحد منها لأن تريد فاعل أديٌ تريد أن ت surround me ، فأنت أيضي مجرد أنت تريد carp They have any pain عينها كتشوف فيه بعد مغشاشهم ديك الضمع يلا بغي حتدر ولكن معرف شنو قدي دير قال باس من دو جرات جودين بين يديك خدا تسلق قرع دي الحليب ديها لو شافت في نظرة أخيرة وهيك وهي كل خاك في طريقي شنهار السي عمر دخلت قصص على سرير ديها ها كتتكلم بخطب آخر مرة انت عمل فهمها كنكرهو كنكرهو فجأة تحول قاعدك الاعجاب اللي كان في قلبه الكوره مقساسو بزاف كتش كتش حمال فيه الشعره فقط صباح على صوت تليفون ديها لكي يصوني وقفز بقاء برسطب النهاز مناساش مزيان خلت تليفون ديها وقالوا اه وخانا غنزل دابا وشتكال جري الحمام غسلت بسرعة بدلت حوية ونازل وقفت قدام باب كتقاتف خاصة لدير شعره بساو التصر ترفع عمر حاج بمدهول حلات الباب كاسب ساسن فوجه مدير اعمالها اهلان 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 شرفتينه 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 شرفتين القسر بدك يضحك القسر منور بوجودك انا نجيز باش ناخد تصاميم باش منيت تعطل الشتسلي دارش اداء على خسره باع فيه وشنو غادي لقلتلك اناني سليت الصميمات بقاقي جوش تصاميم متسالي اما عمر رقيقه مهوده اكيد ام اتساني لقد اضعه بشاركة مهgeois لا نأخر ان نكون لقيمتك اعمالك تحكي على الواسي باركس باركس من الواسي وكانت موضعه باركس لقد ادتك اما عمر ومرقمهم هدو كنت اعرفوا ديانهم سمت طالعهية وزبع عمود يرقام على الفوق كيف تريد ان يسمى المرات في كل اللحظات تم واقف عمر ويوقف جده قدامه مين سألدي؟ نرى المهزارة التي ستوقع على الفوق كيف تسمح لي بحل ما كانت واحد هنا؟ هل رأيتم فيروز؟ طريق رجم عمراته وولاده قد يرجع ويبقى معهم ويتكلم بورود قد يأتي عمر ويبقى معه ويبقى أبو احده وماذا؟ وماذا منت العائلة الراقية؟ يقلسون مع رجل غرام؟ وطلع فيه الغرفة يحلع لأمتك الباب ووقف بورود قد ينتقي قدام صدره سمحوني على المقاطعة قلت لك قبل ان يبغيش نشوف كيف بلاصة ينكون هنا سبعتين؟ لم يبغيش نشوفه الشكل؟ ماذا يجب عليك؟ أعتبرني أصلاً غير موجود وكمل خدمتك أتأفز وسواجهات المدير أعمالها وماذا يجب عليك تصميم؟ كيف يجب عليك؟ مدعيل يستحق أنه يكون في المجلات العالمية من كثرة الجمال ضحكة سيئة تقول وهي بأرض الواقع أنا كملتها كلها تقريباً لكي نتقرأ عليها فعلاً رائعة ملقيت شيء من نصف بالعمل ديالك متقن ومثالي حقاً أنت مصميمات أذياء محترفة عمري لم أشوف شيء مصميم بحالك تغيام الاحتراف لشيء حاجة اللي خيالي نهذا ترهر ما تتخيلش حال بقيت هنا كنت صممها كون مخربت شيء يا بنت عميت تصميم الأولى كتسالس كل شيء هذا يضحك بين أنك أتبغيك كون مخربتك تصميم كون مخربتك تصميم كمانت تصوي بحسن منها كيف تصوي بحسن منها كيف تقول لك البنت تصميمها تبارك الله غزالة فعلاً أعوناتني بشكل متصميم دمانها حسنة تسفيق نوريها لك كم رأس كلامة معها تصموخها حتى كنت تبعها عمر لا تصوري شيء أصلاً لا أعجبني للمديرة الأمال كذلك لقد قدمتها لا أعجبك لا أعجبك لا أعجبك أنا أعجبني كثيراً لكي لا تدخل ميناتنا شفافة غضب أصبح تصميم كنت تقول هذا الكلام بين أنك تصميم تصميم رفعت كثافة بغوره و أعجبه أنا أعجبني و أقول لك لك المرة الثانية لا تدخل في حياتي خرج هذا يجعلها يضرب الحياة انظر الناس تقدم لا تستطيع عمل لا تدخل فمسناً و لا تدخل لما ترى و ترى لما ترى و تدخل و تضرب و تدخل و تتطلب عم و حبيبه لم يكن فإن ثلاث و تدخل و تدخل و تنطع و تخاف حتى وقفت رهب لم يجب أن يبقى حبيبه رأيت بابا وقفت توجه البنت الذي تدعه وفي نفس الوقت شده رهب رأيت سيفن براف بين صاحبتك صغيره لا أعجبه هذا المهم أنك ترحب به جوابته هي عادي حجودي لا تتعاول عن شخة الناس اللي غرهب لا تتعاول عن أي شخص عمار أخذ من صاحب خرج من الصالة وقفت رهب وحسياد جاء بعضه من صنددر وذلك الخيط خلال الثيار رهب لا يخفش على الجد لا يصلي عبسات وذلك الهدوء مع بعض أو بحل بناسهم حرب غير معلنا ومع خرجت رهب حتى وصلوا البرهب حتى فاجم أحمد أحد الخبر اللي استطمون كانت تصل بهم قبل ما يوصل حالهم هم بيلا بغي يتزوج برهب وبغي شي يتقدم يخطبها وكانوا يتسنون موافقة لها من قلال اليوم كل شي تصدموا سوء لو أشموا موافقة اليوم أكيد سمع رأي ذي الرهب وذلك ساعة سيقرره وإلا بغي يصوم كل شي يفرح واضحك مع هذا الجد وميسون قلت تضمدك الحمد الحمد وميسون طلعت الغرفة مباشرة ما عجبت الحال حسن يلحقها الزوج حسن شافت فيه وقتلي عندما لا تكون رهف مرسولة حيث يديك المازالة من راسك رهف مستهيل تقبل أن يصد على راسك أي مرة ما تقبلش نفسها حتى أنا ملقبلش على بنتي وملقبلش على بلات الناس شافت فيه بحزن وعمر وجوبه بورود والدك غيتزوج في الوقت اللي غيتخلى فيه على ديك الطبع ديالو الخيبة تيجه نمسه وانا ما كنضرشد شي بساف خلاه وخرجها لبرة توجه الحمد وكيتوضى ويصل للجركات أما هي بقتعاها كتب هي بشكرها من ناسيه مع عمر كي يبلى ما كيش يمر فهد الكون كتشبهها ولا ممكن أنها تحلها تحلها في صغيرة وفي حتى هو ودس أيام كيحاول فيه مع عمر يبعد بنته على رهف اللي بحلها دخلت واحد الحالة من الاكتئاب كانت رهف قالصها في الصالة كتشوف تلفازة ولكن بحلها تلفازة اللي كتشوف فيها وقفت بغاية تمشي لغرفة ديالها كتشاهزها ديك الطريق طويل يلا وقفتها هكا على الدرج مغمضة عينيها حسابه لها رأسك يضرها كثر حسابه حد دوام كتشوف بها بصرعة خيالية كتشوف تصوص بك ولكن ما قدرش تحرك ملاحظة حسابه ترخيات تكسر تطحسها للأرض فاقي هذا فاق دلوعها وعماري يلا كي داخل ديك ساعة كي يجري عن جودي اللي تطحس للأرض بدك يغوط جهت سلمة كتشري وعميسون كي حاول يهرفش نواقع هالزامني ديوثو الجبال غرفة دياله مباشرة ويطلب من الناس اعطيه واحد العطر حسابه تجريسه لما قدرشوا يقربوا منها حسابه تحاول ان تنفس بسرعة حسابه تنفس بسرعة حسابه تنفس بسرعة اعطيه الماء اعطيه البنتي الماء قرب منها تنفس الماء تنفس بسرعة شكرا قربت ميسون من رهب مالك يا حبيبة شنو قالك رهف دورات عيني اهلا ميسون كتشوف في الجهة الخرى وبدو دموعه ينزلوا ما فيه هوالو عافعك بخرجوا من هنا كلهم تصدموا من ذاك المنظر دياله ودموها رهف عمرا مبكت هكا قمت دامهم عمرا مبينت ذاك الكسرة دياله شي واحد حسابه قلتمونا بحزن وش هاد شي حدثة تخصمت معك طبية بنتي موقع حوالو غي مز بكيش نفاجرات رهب الدوع كسر من اللول حافك بخرجوا نهد عمار بقاسة يلا خرجوا خليوا قاطع كلها مصوت سالمة ايه مام السين عندها تفتت قلبها رهف مني شافتها بعدها سألأ كل شيء واجهة صغيرة ورى الحضن دياله بقوه وكاتبوس فيها بكهات كسر وكاتحضرها من يدها كاتبوس لأخذوتها ودوك الخسرات ديال شعرها كاتبوس لأيديها صغيرة اما صغيرة تشوفها وكاتبوس لأماما هتفاترها فويا كاتبكي عيون ماما تسوحشك بسه لا تقش بعدين مرة اخرى لا تستطيع ان تحمل غيابك حبناتها وصغيرة حسينها مزير عليها عاد عرفوا كلهم السر بكهات دياله خاصة عمر لذيك اللحظات توقفت جميع خلايا دياله على العمال وش لها الدرجة تعلقات بنته يعني شعور دياله مكان وتبادل كل واحد فيهم يبكي على الاخر وجودي كانت كل ما تتذكر رعف كاتبكي ما تتوقفش على البكه حسر كي يدع ناس حسر كي تفق في الليل كاتبكي وتشعق كتقول غياما ماما موكا ان راهب تحرز عقلها نقضيها في البلاكار دياله بدأت واحد اللعبة كانت شرسالها في الأسبوع الليفس هاتي 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 شريتها لك تسكد حاكسر ويك تقرب من لك تلعب بيه وبحل لك أنه في عالم دياله خاص بهم بجوج ومراقبينه مغيساكسين كي يشوفوا في هذه الكثلة بديلت سافاهم اللي كي ينقبتهم أما الجد في الأيام اللي جاية كل مرة كي حاولي نلمح العمر أن مدير أعمارها بخطبها وعن مقالي بغادي يجيب لكي يتقطب لها رسميا وكي يوافقه حسر من كي يقول له عمر بلادك الإنسان ما مناسبها شصور عليه القاسر نساء كي يخرج له خاطب خر من جهة أخرى حسر بغادي يحمقه عادة وحد النهار حسر كان يجيو موحد الخبر وإلا وحد شريكة كانت شريكة كبيرة منافسة لهم ستكون في المزاد ومن الشروط دي لكن الشركات اللي يشاركه في المزاد أنا صاحب الشركة يكون إنسان متزوج ذلك ساعة قال لهم الجد بالله يعني كأنه مشكلة قدامهم إلا بغايت تقدم عمر خصو يكون متزوج ومش يمتزوج حاليا حسر ويقول لهم بلا كي ينحل علش ما يلقوش لي شي زوجة اللي يعلموا بهت الشروط هذه وباللغا بينما يربحوا المزاد وذلك ساعة يكون زواج يعني مؤقت يلا كي هدو رفض الموضوع هذا داخل مونة حسر هي سمعت ذلك الشي داخل أحمد شاركو بشاركي نوفد ذلك الموضوع كي يحاول يقلب على حل بتي كل لحلات من جيخ لداخل هرعب الزعين هم كي يشوفوا فيها ورجعوا يشوفوا بعضهم مونة فهمت ومشنوا باغين تلفتت عندهم من جيد وهياك لا وهياكم إلا هي ما يمكنش يعني نقبل هذا القرار نايد أحمد مونة خلينا نهضر مع ابنتي لما قبلاش أنا ابن نفسي غادي رفضها تزواج شافت فيهم راهف فيهم كاملين رجعت كتشوف ماما وبابا هنا زوجها ذلك أصدروا عليه يا صدر مونة وتقبلش بهت الزواج وحسر أنا ما غاديش رضا به ويتنا هيد أحمد هذا أقول لي لينا قلت بي الله تلقوا وزوجها لي باش نقدروا بحوال المزاد ياك رجعت مونة عينها البنتها مجدد وياك وياك تقبلي فهمتي قرب أحمد بن بنسوش دوجها بنيدي اللي غا تشوفي صحيح قوليه ما تسميش بكلمك جرها منزلها لتحت تمتوش جبال الصالة حتى رجعها وقفت حدا حداهم كتشوف جدها اللي هي كام تكيلها كازو حدا عمها خالتها وأخيرا عمر اللي قارس في حد آريكا بوحده مركز بيت ديالة في خاضو بس ندراسوا عليهم إلسنت علي آريكا المقابلة جدة ساق الله أحمد الوليد قوليه ينساه له هالشي ويمدكيه يقول لها الجد اه نراف من شي صغيرة عارف انني ما غاديش نخذر الثيقات ديالك بيها ياك وليلا ولكن بعد فهمك تشوفه عمر اللي مركزنا ضارف نقطع الفوق بتجنب انه يشوف فيها حسن تقل جدة مرة أخرى باش ندخلو طرفنا في ديك المناقصة خصو يتزوج أولا شاف سيب عذا فهم ما فهمتش جدي ونا كيفاش غنعونكم في هذا الشي ويجاوب الأبديال على سؤاله خصوك تزوجي حيث ما يقدرش يدخل في ديك المناقصة بوحده أشار على عمر توسعوا عينيها بالدهول وش غادي تزوج عمر بلها تريقة صعوبة من قلها جدها اللي غادي تزوجي هو عمر وبلما تبرز دراسك زواجكم غادي يكون بيناتنا وتوحد ما غايعرف به غي فترة صغيرة وصافي حاولت طرها في عيني العمر تلقيتهم غمضة عينية حسبتهم بغيش يتزوج بها ولكن ما بغيش يمحي ديك الفترة من حياته حيث ما تستحقش أنها تخاطر هذا المخاطر علق من الضمن السير ديال شركة ديالهم نزلت نظارة من عليه حتى عود من طقيقي حاول يمحي ديك اللغماء مع السوداء اللي غططت على عيني رحف اللي كانت منزلة راسا وعمر رفض هذا الشيء قال أنه مستعد يخسر المناقصة لأنه يفسد حياتك بتزوج ورفعت راسا فورا كاتشوف فيه حتى قال محمد حتى أنا فصف عمر مين كش نخاطر ببنت خوية في شي حاجة بحلاكة احنا كنا مستعدين نخسر المناقصة لقبلها مساسم أحمد كلهم فكروا في مصلحة بنته على مصلحة الشركة من ضمنهم وعمر اللي دابا تأكد أنه انسى بشخص البنته كل شي سكت الكهل اللي كانت في الصالة كي منهم اللي يتمنوا أنها توافق وكي اللي ماغين أنه ترفض عشار جد براسون اليوم باش يخرجوا كلهم خرجوا مع دراهف وعمر والجل اللي قال انا سوف نتفكروا مع بعض ونخرجوا شخص فيه ونرجع صافي؟ يلا سوف نقوم بشخص بشخص ثم لا ترى بشخص بشخص اللي خرجوا من الصالة وصلوا ببورها بقيت كتشوف ريه بطرف عينيها وحتى هو كتشوف ريه بطرف عيني أما جودي بدأت تكاسب شيء ونشوف ديك الصالة مرتاحة بالوجود ديالهم وما كانت سنتمه حتى قلت ماما بابا شافت فرهاف وضحكات وتوجهت عندك جريم وتعودت الجريم عند بابا وتضحك وتسمع صوت ضحكاتها في القصر كامل وديك الغامغامات ديالها الطفولية بحلب ديك الجريه ديالها وتضحك باب ديال حديثهم واليوقف عمر وتوجه جهت رهف بنفس الطريق اللي مشات فيها بنته يقلس على الطملة اللي كي نحدها رهف سمعيني دار جيته أتفكري شو مصير الشريكة أولا في الخسارة أولا الربح كل ما أخذك تفكري فيه وحيتك وتنهد كي شديد بنته اللي وقفت بيناتهم كتلعب وكمل إليك تعرفة أن زواجك من نهاية سوف يدرك لا تسمي بيه فأنا سوف يقبل ولكن ما قلت العكس سوف يقبل لأني لا يهمني أي شيء فهمت قرر منها كثير معلنا حيثة تشكاها كاكا على رجلي فكرة مزيان عفاك أريد أن تكون سبب أن ينضمر حياتك كفيني حياتي اللي مضمرة عدت على شفيفة بخاجر من ذلك الوجود وتفكير اللي يقول لها قبلي تقعد في القلصة دياله فكرة مزيان لا يهمش حتى لو كانت تفكير اللي قررت سوف ينقبل وصد الرحب ثم شبه بتي ساما وقف خرج من ذلك السالة وتوجه لغرفة دياله تجعله شرخ كبير في قلبها كلابه اللي كي يقول لها شفيفة مصلحتك خلال الموضوع كي يطحلها بشكل مخسل في علاق قلبها وعقلها من تسيتاش تسيتجوري قرباتها الآن دياله تشمى مجرد ما شدتها شمعت لي حاجة له ومضات عينها تفكر ما عرفه شنو ستقول له واشترفين ولا تقبل ما عرفه شنو فقط الصباح لابسها واجهة وخارجها من غرفة دياله حتى يوقفها بابا أرى أين غادها للصباح ويجبها في هدو بصارحة بغان ضرش مياه بما انه جاء وزوين ويجبها في زراصة ما رأيك تمشي المزرعة ديال الخين ثم يدوزي وزوين ويجبها في هدو ما رأيك تمشي المزرعة دياله اخر مجرد ونقعد بعد وقال وقد اوصل لها يجبها يره في عدم تصدق لا 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 اتوقفت تكون عنده خدمة مهمة قلت لها وقف عمر بسرعة لا لا يجب ان نقوم بغانا طلب من هدث النابي من مبت الحواجن وذلك ما كان ثم تسمعها بعد ذلك لابس جينز و تيشيرت لشريعات أولئية وتوجهوا للسيارة لباب القدامي و طلعتها و طلعتها محل القيادة و ثم تسمى خارج القصر تحركت سجودي بنيت الرهف لقد قلت بعد أن فهم ماذا أريد أن تحركها لماذا تحركها في الغادة؟ تسمع عمر يخفف من السرعة و أريد أن أرى ما يفعله تحركت سجودي بنيت الرهف و تتقففها و تشد في الفون و تنقص فرحانا و تحركها و تشاهدها و تتحرك على الكلاكسون و تتقففها و تتوقفها و تبدأ يسولها على حمله في نوصلات إلى غير ذلك و أرجعتها يسولت على المراقصة و تقللها بلها و تنصنوا و لا تزال لن نفعله دعبة تسمع ببتسامة و تكمل طريق المزرعة هذه الرجولة ليس مالكة و لا تستطيع أن تحرك مزرعها و لا تستطيع أن تحرك مزرعها و لا تستطيع أن تشاهدها و تشاهدها بالصغربة و كيف لا تتوقع مرة أخرى و كيف لا تزوجه و كيف يقول أنه ليس يكفي لها أو لا؟ لا تستطيع أن يكفي لها و تستطيع أن تحرك مزرعها و تستطيع أن تحرك مزرعها و نزلت و نزلت و نزل معه و يصل إلى المزرع و لكن حدث معه لم يكن في الحزبان و أنت تستطيع أن تستطيع أن تحرك مزرعها و هل يمكن أن تحرك مزرعها حتى أصدقاء جهاز معهم جهاز معهم جهاز معهم في الخين و الألعاب و مستمتع و في هذا النهار لقد أن تعرف على أشخاص فهو عشق الإنسان الملتزم رجل الملتزم وكثر من هذا الشيء بشكل وعثنا بها ضوز معه وقد زمانه رعاها وكيف يعمل بنته وعشبها بشكل جيد وحسنت بلاستحوذات على الهتمام وفي الغد معنى الأحمد كي يرى أخبه بعناجية ورفع حاجمه عرف فورا أن أحقق مرضه اقلص على هذه الطبلة بهدوه وفي الغد الأمر لا يهموش دائريا سوف أقلص على سبع عرض الزواج لكي نقضي الشركة كلهم رأيوا بهدوه من بينهم وعمر والذي كانوا بصدوا من فعلها أكثر محتقى لمحمد بما أن هذا الشيء سأذهب للإمام فورا لكي أعقد القارن ديالهم جاوبوا علي وعخاه ولكن حسن لهم سيكونوا عقد القارن بعد الغداء يمشون الهندين يوجدوا سمكين القفاس منابسون رحم غاضب خرجات أما ميسون تبعات خوف بأنها تغير رأيها لها الرحاف لا تريد أن توقف ولا تجد منها سوف يتسدن نزلت رأسها لاحظة توقف عمر في كل وقتها وضرتها على الغرفة الرحاف طرق الباب ما جاوبات ودخلتها يلقى قاس على السرين تصرح شعرها قدس في قلسام قلسام لدخل أمار نعم تحجرت الكلمات على الألسان لا تستطيع أن يقول لها لا تستطيع أن يقول لها أشار البنت لها تدخل يجب أن أخذها خرج و تجدها ترى الأثر على الشذب و تضعها و تقوم بسرح شعرها و تقول لها أنه أمار المهدي حملت الفورشات تأخذها بكل هدوء و أناقة أخذت ملمى الشيفة و قدسهم أخذت العطر ديالة ترش من نورة و ابنها العنقى على المعصم أخذت الفورشات التي كانت لابسها و ترى نفسها في المرآت و سرحات الخسرات لشعر القسير لم يقفت بثباز دخلونا نسع لها بعدما أرفضت أنها تلمسها لا أحدا من الملد مونة رشافتها قلت ماشاء الله ابن ساملي قدد ذلك الميان لا يوجد كتبين فاتينة ذلك الجمل لها هذه و موثير بينما قلب اسمنا ميسون سبحان لما انت فنن في خلقك كنت اسمنا لك السعادة بنتي جوابتها مردق تفكري أختي عني هذا العرس هذا لا يدومس بزاف لا يدومس كثير من عام واحد الزات لها ميسون الرأسة بقلة حيلة و أخي يكون هكاك قلنا نقول له هذا شيء بعد دقيقة رسمية قدام الناس حظنا نسموها بن سبس لها أما ميسون نتقنى بس مرها في حلات العيد ديها و دارت فاقه و اضطر فتسكر بلا ما تشرف اختها و همسات لها إن شاء الله تكوني بحل ديك حبتسكر في المحطة يا رجليك و تحلى الدنيا ديها لك كنت اسمتها فعل كلامها حتى تطلق القلب و دخل بابها لغشافة و قلبي اسمي الله ما شاء الله مشاء الله و مسلع تبارك الله كذبني زوينة بنسي حساس بالخجل جديد ديها و ثم غدي منزلها لتحس في كنو جوين سا و رجال دي القرية لحسب العدد ديها لهم قفوص ديك القاها و ايها واقفة حساس بالخجل و ايها تشوفها 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 كذبينه واسيم جدا حتى ان البناس غي كي يشوفوا فيها ما نزلوش عينيهم قلتت حدا و بدتك الامام كيعقد القارن ديانهم حضور الشوت باباها و عمها تسمعت صوت هو كيقول قبلت و زوجها و لا تزوجته حقا و قعت على الدفصل اللي قدم له و قح سوا مورها و عاد الشوت و هالشي اللي وثق زباجها قف عمر قف سيا مورا تقرب طريق منهم حمل بنيتين الخواسم عمر اخدر خاسم بنيتين طريق اللي ما كي يحمله اللي ما كي يقبله حسن هو نفس الشيوكار و انه يتزوج اخذوه و شده عمر يدرها ينبس الخاسم اللي اللقى عليه يدهب الساف و ديك القبة دياله الماسية اللي مضيئة بألوان طيف و مددت يدهاك تسادي سيا الخاسم جياله مدلا يدهبه و دو و دهك ترجف و هيك تشنتك الخاسم و شدته و قدت له الخاسم في المنصر و مفيروز دحكات و اخرها و ديري الخاسم اتخليه يدهاك ترجفه حاولت تقعد الخاسم ولكن على قلعة شدته مزيان عد قدرت تصابه حسن كل شي بده يضحكي لها حسن بالخاجر من تحاكاتهم قربتهم منهم هذا و حطه بصيل فيه تمار و الحليب قربتهم منهم قدعهم عمر تمار اقسمها على زوج اعطارها من النص اللي هو باش اعطاته لي فموم بينما هو قرب تمار حسن هو و اعطل من حليب يقرب من الحليب و اللي هو اخلص من حد جمعة و اخلص من حجر يقرب بالغماء و اقسم ان حجر من حجر من العين و لديه نزلات يتمنى انه يتوافق مع بعضهم قبل ما تسال هذه السنة اريد ان يرى خجلة والخجل يزاد من ينزل عمر في ني جوري لدي خجل نحسد بيتي هالزراسو كيشوف أحمد اللي قرب مرة في حضنها داك القرب ديال السقطرها في عمر اللي تطر أنه يلف اليد دياله على الخزر دياله قربوا كل شيو جمعوا في صورة عائلية مميزة استاد مرة أصرحة في صدر عمر اللي لزراسو تكتلقوا هناهم مع بعض صور مصور وبتيك الوضع وما كيشوفوا في بعضهم ناسين كل شي دفت حضاها للأريكا بعد ما بعده كل شيو خلينهم بتوش بيهم بوحدهم سمعت صوت جودي كاتبكي وصوت سلمة وهلكتيني وفي حل الحلقة فيه جار راس اهي يا بنتي اهي يا بنتكم خودة وانا قدي نهرب اهو قتلقني ساسما طرعف كاتس مساعة تمواجودي قتلقات في حواجها أخيرا فارقت الأميرة النائمة جاوباتها سلمة أميرة الباكية هادي ماشي النائمة يختيها لكتني منيزتي ويكاسعيت مع مبابا قتلقني فوتني يعني عمركي كاتس مساعة أخرى واذا لا يقوم لا بقلق النائمة واذا لا يقوم ملعا لا يقوم الى الحلوة مرة أخرى بدأت المصر يا ترى اتشاهد ترى الظهور كما هو؟ اقومت بالتصالة نجا من الصوت وكما ترى تأخذ الحلوة جودي وكما ترى انظر هذه الحلوة اصطروا لنصارت عيني جودي اللي يجلت من حجرها خذي من الصوت وقع بطلق الحلوة وانظروا من قطعته تدارت راجع عليهم بي خاضوا عمر في القلسة ديال وقيقات في الجاكت وبدأت تقرب منهم هذا التبصيل بيديا أما سلم مشتكات جريك تحاول تأخذه منه باش ما تطيحوش فجأة في التدك الحلوة من التبصيل لعزها سلمة تطاع الحبات ديال وعلى كل منه عمر وراف اللي كالسين وكمل الوقت ما بمطاحك فص الحركات ديالجودي حسنا على ذلك كل شي كيبارك ليهم حسنا قليهم جد يلا سيروا البيت لكم بسرحو سوف نغدر المشوار لكم طويل وتوجد رأيها في الدرجة مورا العمر اللي وصلها لغرفة دياله سوف نقوم بحضر المناقصة باللي ازت رأسها بالإيجاب ودخلت الغرفة دياله لم تصدقها شخصة اللي يبقى اليوم غيرت حويشة وليس كذلك نعز هزت جودي بنيتها كتردها الحلف دياله ومسات لها بصوص حانه سمحني يا حبيبة نخلت ببكي غموس عليك حطيحتي الحلوة ولكن يسر شنو غيقولوا هنينا بحالة صغيرة فا ماتا هزت يدها كتمسحها لها خاصة لا تشعر رهف طفولة وبس لا رهف جبينها بحانان وكانت قادرة بحجرها كانت تنزى وكانت تهددها بش نعز وهذه النعزة ترهف بعض طول معاناة بالنوم وتفاصيل عمر لمفارقتها أبدا تسمع الطرقات خفيفة على الباب فس بسرعة توجهات تفتحوا بش متفيق الجودي اللي يضغيقتنا تفق حلات الباب على عمر اللي قلها بصوتها جيت بش متفيقك بش توجدي الأغرض ديالك بش نمشي ونس بتيجاها جودي بش تهزة مثل موعد تران تجعل غرفة ديالك في حد الباب ومعاناة 8.5 كانت من المتعطة لماذا؟ سهلات وبدوه ما سنبقى سمعه؟ تقريباً شهر ولا أكثر لماذا؟ ونبقى هذه المدة كلها وما في فندق لله كان كرح الفناضر ما هذا هو يتكلم الأسبوع الجاة سنكون في دارة سمعه وبعدها سنبقى في فندق قاورينها أكدر ذات رأسة ويتحنحن أنا سأتدعبها وش دراسك وجودي وما تضعط لش داكو؟ هزت الراسة خرص البامورة الوجه فايفا أنا بديت كان عانيم تحكم كي يشبه تحكم دير طارق وبدأت توجه الحواجة هنا وهنا ولبسات جودي حسائية حتى كنت شكبها بكيت حذب صورها وما داخل جيتها شدة من يديها ما تنسيش نجويها في بيت واحد سمتين شفت عراها بإحراج؟ ما شلو شي لك تقولي؟ شفت عبغضة؟ ويهاك ويهاك وتخليه يقرب لك لا أصنع لك نهائيا سمتيني لا أخذك تحفق قدامه مهما دار ما عندك تحف الحب دياله تعففها ما تقوليها ماما؟ نحن أزباجنا غيرها لأمراق وصافي اثناء تقرب من المنتها لا تتخليه للمسك فهمتيني؟ أرطي البراسك نزعه الزطر في رأسه وشفت اللور نسمع الطريقات على الباب وعمار يتكلم أعطيني جودين تكملي حواجيك بشيء مستطلوش بساس ما تفوجه واخر خمسة دقائق بعد ينزل هل بصغير حواجي أراها فكت تحس بقلبها بدك يميلي ولكن هو قلبه جامد من جهسه وهذا الشيء اللي كي يباليها ما عرفه شنو ستدير وش غدي تسمع الماماها ولا غدي تسمع لك النداء دي لقلبها ولا شنو غدي تدير ومعرفش حياة اللي جاية كيفش دينا بعد سكرة تحكم عديله خصوصا أنه إنسان كي مستسلط كي يبغي يتحكم في الإنسان اللي معاه وهي بيدة كل البعدة على عدش هي إنسانة متحررة اللي ملفات أنها تعيش بوحدها أنها كتتخدم أنها عند شركة ديالة خاصة اللي خصت تسيرها وخصت تكون قريبة من الخدمة ديالة كيفش غدي تدير باش يكمل حياة سمعها وش هد الزواج اللي كان على ورق الزواج اللي هو المنتة محددة الأسباب حائلية غني السامر ولا غدي يوقف في حد نهار هاتش اللي غنشوفه في الجزء الثاني والأخير من القيصة كانت مننا أن القيصة تكون عجباتكم وإلى عجباتكم خلوا لها لايك بغيت نقرر آراء ديالكم كيف ديما ونتلقوا إن شاء الله عن مقارب مع الجزء الآخير السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة